حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة كلنا نركب وسائل المواصلات هل فكرت يوما بالمخاطر التي تحيط بك وأنت تركب أي وسيلة مواصلات يعني السيارة مثلا هل تعلم أنها معرضة في أي لحظة لأي خلل أو عطل أو حادث أو انفجار محرك أو انحراف معين أو تعطل معين قد يوذي في حياتك هل فكرت كيف أن الله سخر لنا هذه الوسائل لراحتنا مثل الطيران والسيارات والقطارات وغير ذلك طيب هذه النعم أنا كإنسان إذا شخص أحسن لي أقول له شكرا جزاك الله خيرا أكون ممتنا له طيب كيف إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاني الكثير والكثير والكثير من النعم وأنا لا أقول فقط الحمد لله أو على الأقل سبحان الله أنزه الله سبحانه وتعالى لذلك أحبتي في الله هذه الآية التي أحببت أن أتأملها معكم وهو دعاء ينبغي أن نحفظه حقيقة كلما ركبت في أي وسيلة مواصلات يجب أن تقول هذا الكلام حمدا لله وشكرا لله سبحان الذي سخر لنا هذا في أي موقف يجب أن تستخضر نعمة الله عليك الله يقول لنا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أيها الإنسان أنت عندما لا تذكر نعمة الله ولا تستشعر عظمة هذا الخالق أنت ظالم لنفسك أولا تكفر هذه النعمة أي تجحد وتنكر هذه النعم لذلك أحبابي في الله يعني أنا أحب أن أذكركم بهذه الآية وهذا الدعاء الذي كان يحرص عليه حبيبكم عليه الصلاة والسلام سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ما معنى مقرنين يعني لولا أن الله سخر لنا هذه الوسيلة من وسائل الرقوب هل كنا سنتمكن من استخدامها يعني تصور لو أن الله لم يخلق الإبل والبعير والخيل وكذا الأنعم طيب الوحوش غير قابل لا نطيق أن نركبها هذه الوحوش الذئاب لا تستطيع أن تمتطيها إذا ماذا ستفعل وقدماك لن تحملك إلى مسافات طويلة وبخاصة حالة السفر وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكون بالغه إلا بشق الأنفس يجب أن أحمد الله أنه سخر لي هذه الوسائل للركوب واليوم يجب أن نحمده أنه سخر لنا هذه السيارات والطائرات وغيرها من وسائل الرقوب مريحة آمنة رخيصة تنقلك لمسافات شاسعة خلال زمن قصير ولذلك أحبة في الله الله لا يمكن أن يترك عباده من دون أن يعلمهم من أين نأتي بالعلم؟ من الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلم الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لذلك أحبة في الله ينبغي أن نحفظ هذا الدعاء ونستذكره ونكرره كلما استخدمنا أي وسيلة من وسائل النقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي لم نكن لنطيق ونقدره ونتمكن من هذا الركوب لولا أن الله سخره لنا طيب يجب أيضا أن تتذكر رحلتك إلى الآخرة رحلتك الآن ضمن مدينة معينة قد تركب في سيارة لعشر دقائق ربع ساعة هذه رحلة صغيرة ولكن هذه الرحلة الصغيرة ينبغي أن تذكرك برحلتك الطويلة إلى الله فتقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون انظروا كم يطمئن القلب الإنسان أحيانا عندما يركب في الطائرة يخاف كثير من الناس يخافوا من ركوب الطائرة وبخاصة عندما تقلع يخاف من ركوب السفينة مثلا والأمواج من حوله طيب ماذا يفعل؟ هذه الآية تذكره برجوعه وانقلابه إلى الله وأن مصيره إلى الله فيهدأ ويعلم أن الموت لن يتأخر عنه ولكن في التوقيت الذي كتبه الله عليه سبحانه وتعالى لذلك عندما تقول وإنا إلى ربنا لمقلبون تتذكر رحلتك إلى عالم الآخرة وتتذكر أن هذه الرحلات التي تقوم بها القصيرة هي جزء من حياتك لابد هذه الحياة أن تنتهي وتنقلب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله المصير إذن أيها الأحبة هذا الدعاء أولا فيه اطمئنان للنفس وفيه شكر لله وفيه حفظ لك أيضا لأنك عندما تقول سبحان الذي سخر لنا هذا أي تعالى الله هذا الخالق يعني أنت تعظم هذا الخالق العظيم وتتذكر نعمته عليك أنه سخر لك هذه الوسائل لتركبها وإنا إلى ربنا لمقلبون تتذكر أنك ستعود إلى الله يوما ما وبالتالي فإن هذا الدعاء أحبة في الله والله فيه فائدة لك فيه خير لك فيه شفاء وهدوء للنفس واطمئنان وبخاصة لعلاج الخوف من ركوب الطائرات والسفن أنت في الطائرة تكون مستسلما بين يدي الله عندما تتذكر لقاء الله ستهدأ النفس العكس ستشعر بمتعة من يكره لقاء الله من يخاف من لقاء الله إلا الكافر إلا المجرم المؤمن أيها الأحبة يحب لقاء الله لذلك الله تبارك وتعالى قال لنا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فهذا اللقاء لابد أن يحدث هو آت يقيناً لمحنا وبما أن الموت سيأتي في اللحظة التي حددها الله سبحانه وتعالى فأنا أطمئن وأسلم نفسي وأمري وحياتي وكل ما أملك أضعه بين يدي هذا الخالق العظيم أتوكل على الله وحياتي تكون بمثابة انتظار وترقب للقاء الله عز وجل وهو أجمل لقاء على الإطلاق أن تلقى الله عز وجل لذلك أحبتي في الله يعني فقط اليوم أحببت أن أذكركم بهذه الآية رجاء أن تحفظوها وتكررها دائما حتى عند ركوب المصعد ركوب المصعد يجب أن تقرأ لأن المصعد هو وسيلة ركوب بالنتيجة ولكن وسيلة عمودية وبالتالي هناك حوادث في السفن حوادث كثيرة تحدث حوادث سيارات حوادث طائرات وحوادث مصعد أيضا فلذلك أنت عندما تدعو هذا الدعاء هو نوع من الحفظ لك أيضا أثناء استخدامك لهذه الوسائل التي سخرها الله لك احفظوا الآية جيدا أيها الأحبة ولا تنسوا تكرارها كل يوم على الأقل ستكررها عشرات المرات لأن أحدنا يركب السيارات والمصاعد وتجده يعني باستمرار أصبحت عصب الحياة قل دائما سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي لم نكن لنطيق هذا الأمر أو نتمكن منه إلا برحمة الله وتسخيره لنا وإن إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجمل أجمل يوم في حياتنا هو يوم لقاء الله عز وجل الذي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق